انظر معي إلى خريطة العالم الإسلامي قبل مئات السنين وكيف انتشر الإسلام عن طريق التجارة هذه الدراسة أيها الأحبة تثبت أن أكثر من مليار مسلم اليوم اعتنقوا الإسلام عن طريق التجارة وليس عن طريق الحروب أكبر دولة إسلامية هنا وهي إندونيسيا فيها 230 مليون مسلم انتشر فيها الإسلام عن طريق رجل واحد تاجر وليس محارب اليوم سنثبت بالوثائق والأرقام أن الإسلام انتشر عن طريق التجارة عن طريق العلاقات عن طريق التسامح والدعوة إلى الله وليس عن طريق السيف حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة اليوم سنثبت بلغة الأرقام والإحصائيات ونفند مزاعم المشككين الذين يدعون أن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف أنا لدي هنا خريطة العالم الإسلامي قبل مئات سنين انتشر الإسلام هنا انظر إلى هذه الرقع الكبيرة وصلها الإسلام خلال أقل من خمسين سنة كل هذه المناطق تصوروا قوة انتشار الإسلام بعد ذلك بدأ التجار المسلمون يذهبون في تجارتهم إلى دول جنوب وشرق آسيا ونشر الإسلام هناك بدأ هناك الإسلام برجل واحد منذ عام 1100 ميلادية تقريبا تصور رجل خرج بتجارته ليتاجر وليس هدفه أن يدعو ولكن المؤمن بطبيعته يدعو إلى الله أينما حل المسلم بطبيعته ينشر الإيمان وينشر الخير وينشر المحبة والتسامح والسلام أينما حل هنا أيها الأحبة حتى عام 1100 ميلادية هذه هي خريطة العالم الإسلامي تقريبا قبل ألف سنة أقوى حضارة في التاريخ وأكبر حضارة وأكثرها مساحة وأكثرها عدلا وتسامحا كانت الحضارة الإسلامية وأسرعها انتشارا انظروا ما أيها الأحبة من هنا انطلقت تجار المسلمون باتجاه طبعا الهند باتجاه مناطق مثل ماليزيا واندونيسيا طبعا هنا بنجلادش وهذه المناطق والهند والصين طبعا انتشرت قوافل التجار بهدف التجارة ولكن كان الناس هنا يلاحظون أن هؤلاء التجار يحرصون على الطهارة يحرصون على الصلاة متسامحون في تجارتهم لديهم إخلاص في التجارة لديهم صدق انظروا فهذا ما جعل ما جعل كثير من الناس والملوك هناك والأمراء يقتنعون بالإسلام ويحبون الإسلام ويعتنقون الإسلام وكان الملك ملك الدولة أو أمير المنطقة الذي يحكم مساحات واسعة كان إذا أسلم فإن البلد كلها تعتنق الإسلام سبحان الله طبعا هنا أيها الأحبة كما نرى هذه الهند انتشر الإسلام من هنا من الهند مرورا إلى هذه الجزر المترامية الأطراف هنا اندونيسيا وماليزيا وهذه المناطق وسأعطيكم إحصائيات من موقع ويكيبيديا ومعروفة جدا اليوم أيها الأحبة ثابتة بالدليل القاطع ودراسات غربية أن الإسلام بدأ ينتشر قبل بحدود ألف سنة أو تسعمائة سنة في هذه المناطق حتى إن أكبر دولة إسلامية وصلها الإسلام من خلال التجارة اليوم هي إندونيسيا كم عدد المسلمين في إندونيسيا حسب آخر الإحصائيات هناك أكثر من 231 مليون مسلم في بلد واحدية إندونيسيا هنا هذه الجزر 231 مليون مسلم اعتنقوا الإسلام طواعية وحبا لأنهم اقتنعوا لدي هنا في الهند أكثر من 200 مليون مسلم ولدي في الصين 30 مليون مسلم كلهم هؤلاء لم يدخل الإسلام إليهم عن طريق الحروب وليس عن طريق السيف وليس عن طريق الإكرام يعني في دولة مثل ماليزيا أنت تستطيع أن ترهب 230 مليون إنسان ليقتنعوا الإسلام بالسيف لا طبعا هنا الجزر الإسلامية هنا تشكلت على مدى من 1200 ميلادية إلى 1600 ميلادية أصبحت مغظمها هذه المناطق معظمها أصبح من المسلمين أحبوا الإسلام واعتنقوا الإسلام وهذا ما يحدث اليوم أيها الأحبة اليوم لماذا ينتشر الإسلام في الغرب لماذا ينتشر في أمريكا وأوروبا وفرنسا ولماذا نجد الآلاف كل يوم يعتنقون الإسلام عن قناعة هل هناك سيف هل هناك مثلا في في منطقة مثل بريطانيا أو بلجيكا التي فيها نسبة المسلمين كبيرة جدا هل هناك من يحمل عليه مستيف اليوم طبعا إذن الذي يحاول أن يشكك بالإسلام سيقول لك أن الإسلام انتشر بالإكراه والعنف والحرب وإلى آخرين ولكن نحن نرى بأعيننا الآن أن الإسلام وصل إلى هذه المناطق ذات الكثافة الإسلامية العالية جدا عن طريق التجارة طبعا هنا أيها الأحبة الأمراء والبلوك والحكام بدأوا يتزوجون من التجار من بنات التجار المسلمين أو بدأوا يزوجون بناتهم لتجار مسلمين وهنا بدأ الإسلام ينتشر بشكل كبير جدا يعني بدأ الإسلام هنا ببقعة صغيرة وبدأ ينتشر عبر هذه الجزر التي فيها اليوم يعني مئات الملايين من المسلمين مئات الملايين حرفيا هنا يعيشون هنا في مناطق ربما نحن لا نسمع عنهم شيئا وعددهم أكبر بكثير من العرب أو من بقية البلدان في أوروبا وأمريكا مثلا أو في الوطن العربي فلذلك هنا هذه الدراسة توضح لنا كيف أن مثلا أحد الأمراء اعتنق الإسلام وغير اسمه واعتنقت البلد التي يحكمها أو البلد التي يحكمها اعتنقوا الإسلام بشكل كامل أنا الذي يهمني أيها الأحبة أن ماليزيا اليوم فيها 20 مليون مسلم بنجلاديش فيها 150 مليون مسلم لم ترق قطرة دم واحدة في بنجلاديش هل سمعتم بغزوات إلى بنجلاديش؟ أو حروب؟ هل سمعتم بحرب في إندونيسيا؟ هل سمعتم بحرب في مثلا منطقة حتى في أفريقيا في نيجيريا التي فيها 100 مليون مسلم نيجيريا اليوم اليوم الآن دخلها الإسلام عن طريق التجارة في القرن التاسع الميلادي عدد المسلمين هناك 100 مليون تصور رقم اعتنقوا الإسلام حبا في الإسلام لما وجدوه من تسامح وعدل وطهارة وصدق أهم شيء الصدق هو الذي يقنع الناس طبعا الإسلام في ماليزيا التي فيها أكثر من 20 مليون مسلم انتشر في نهاية عام 1400 ميلادي ثم بروناي الفلبين ثم انتشر باتجاه الصين وبدأ يحل الإسلام محل الهندوسية والبوذية وهذه الديانات التي لا أصل لها بدأ يحل الإسلام تدريجيا بشكل سريع جدا وكل هؤلاء لم تمارس ضدهم غزوة واحدة ولم يقتل رجل واحد هؤلاء فقط هنا هذه المناطق فيها أكثر من 700 مليون مسلم هذه المناطق هنا فقط فيها 700 مليون فتصور كم عدد السكان في العالم المسلمين طبعا دولة مثل تنزانيا في أفريقيا فيها 20 مليون مسلم السنغال فيها 13 مليون مسلم من دون حرب موزنبيق 5 مليون ساحل العاج 8 مليون الكاميرون 7 مليون مسلم كل هذه البلدان وصلها الإسلام عن طريق التجارة أيها الأحبة وليس عن طريق الحروب فإذا أنا كإنسان أستخدم عقلي عندما أرى أن اليوم عدد سكان المسلمين في العالم بحدود 2 مليار نصفهم دخل الإسلام عن طريق التجارة والنصف الآخر الناس فتحوا قلوبهم وبلادهم وأبوابهم للإسلام وبالتالي هذا دليل قوي جدا على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف بل انتشر بقوة تعاليمه طيب اليوم ماذا تقول الدراسات؟ اليوم مركز بيوري سيرش الأمريكي الشهير يؤكد أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً والآن وأنا أتحدث معكم الإسلام ينتشر بسرعة الإسلام سيكون الدين المسيطر على العالم في عام 2070 وربما أقل طبعاً فرنسا ستكون جمهورية إسلامية بعد 30 سنة تقريباً أو 33 سنة حسب دراسة فرنسية عرضناها مؤخراً كل هذه الأشياء التي يعملون على تشويهها هي واضحة طبعاً بالنسبة للجميع أن الإسلام لم ينتشر أبداً حتى في المكة وفي المدينة وفي بلاد الشام ومصر والعراق والدول التي دخلها الإسلام لم ينتشر عن طريق الصيف الناس اعتنقوا الإسلام لأنهم اقتنعوا بأفكاره أولاً دين الطهارة دين الصدق دين العدل دين يساوي بين الجميع لا عنصرية في الإسلام لا فضلة لعربي على أعجمي أبداً ولا لأحمر على أصفر أو أبيض على أسود إلى آخرين كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام الكل سواسي عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لذلك هنا أنا يمكن أن أختم بآية كريمة تعرفونها جميعاً الله سبحانه وتعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الحرب هي حرب إعلامية ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر